موشي موش أصدقائنا الرائعين رجعنا بحكاية إيليا القسم الثالث والأخير لو ما شفتوا الأقسام السابقة لازم أكيد تشوفوهم والرابط موجود بأول تعليق قبل ما نبدأ صلوا على رسولنا الكريم اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس ولا تنسوا لايك مثل العادة لحتى نوصل المقطع لأكبر عدد ممكن من اللايكات ونشوف تفاعلكم وليتس جو مثل ما شفنا قعدوا أهلها معوا وسألته الأم بالذات والله تخبرني شو الشي اللي بتحبه بالذات في بنتي إيليا نصدمت إليا كتير وقالت أكلنا هوا هالسؤال بالمرة ما توقعنا وما أتوقع أنه رح يقدر يجاوب عليه لكن بالحقيقة هار كان بيحكي بحب ابتسامتها بينصدموا كلهم وبالذات لما بيقول تسامتها كتير حلوة ومن القلب واللي ثلاثة بيحسوا كأنه عن جد وجهه خلى حدا ممكن إنه كأنه وقع بالحب فبيقولوله فعلا وجه إيليا المبتسم بيخلي الحدا يقع بحبه لها سبب أقنعتنا وتخيلوا قدروا هيكي تخطوا أول حقبه بالطريق وبتقول مش قدري أتنبأ شو السؤال اللي رح يجي بعدها ومع هيك أنا سعيدة كتير لأنه ها كان قدر يجاوب بشكل جيد وبتقول بشعر بالفخر لأني أعطيته كتير من الكتب الرومانسية لكن لسه يازم أضل حذيرة لأنه أهلي مواضح راح يمره الموضوع بسهولة بيحكي هندي بعقله بآخر مرة إيليا حكت أنه شخص لطيف ومهذب بالرغم من وجود بعض الشائحة عنه لكن عندما أحضرت إيليا ريتشار معها لأول مرة حكت نفس الشيء أنه شخصية لطيفة ومراعية لهيك هالشي مدليل هالمرة رح أزيل الغطا عنه قدام إيليا وأورجيها أنه هي بتنخدع بالأشخاص ولكن ربي يقول له مردون يعني في شيء بدي أسألك عنه شخصيا فبيقول له أكيد فبيحكي له سمعت أنك كنت في صحة المعركة لفترة طويلة تتدائق إيليا أنه حكى بهالموضوع وبتقول له مش موضوع شوي حساس تحكي فيه كأول لقاء بينكم يعني فبيحكي له أكيد إذا بيشهر بعدم الاستياح فيما يجاوبني أنا بس كنت فضولي بشأن المعركة فبيحكي إذا هذا هو عنجد اللي قاتل الشهير بصحة المعركة متأكد من أنه عنده كتير من الشجاع والفخر اللي يقول ويحكي أمجاده وفي عنده كتير من الإنجازات اللي حقاها بصحة المعارك يمكن كنت بتظاهر بالقوة قدام إيليا بس لما تنتقل بصراحة راح يكون صعب تتجنب هالسؤال وهلأ يلا اكشف لي حيقتك المطلمة يا كذاب يا فاشل وأنا ما بعرف ليش فجأة صرت أحكي عن كهرهان هارفان المهم كهرهان للأسف بيتذكر الأحداث اللي بالحرب كل الرفقات اللي كانوا بيعرفهم كلهم حرفيا منقتلوا وما ضل حدا وبيحكي ما فيه ذكريات حلوة ولا مضحكة بخصوص الحرب كلها أشياء محزنة هي ساحة معركة يستغرب أنه ما قاعد يتفاخر ويحكي عن إنجازاته والقتل وكأنه شي تافع ويقول ما توقعت هالجواب أعتقد أنه لازم أكمل وأسأل عن موضوع تاني وبيحكي لو هنتي بصراحة أنا الآن شوي يعني لأنه فيه إشاعات عنك وأختي الوحيدة لطيفة كتير فمتأكد يعني أنك فهمان السبب لأنني أحكي هالكلام فبيقول أكيد لكن بينط خادمه وبيقول هل ممكن أنا أجاوب عن هذا الجزء واللي هو ديسيون وبيحكي الإشاعات اللي بدور حوله مو صحيحة تم تشويه الإنجازات اللي حققها بصاحة المعركة بعد أن نشروها وهات شي خاطئ وحتى هلأ لسه عم بحاول أحمي كرهن من هاي الإشاعات بس لازم أحكي الحقيقة كرهن أنقذ حياتي لا مو بس حياتي أنا أنقذ حياتي كتير من الأشخاص وهو فعليا أسطورة فبيقولوا يعني بحسوا شوي أنهم اقتنعوا يعني وبيحكوا مش حاسس أنه عم بيكذب هاتي سيون هاد يمكن ما يكون وحش وبيقولوا بما أنه عمل هالإنجازات العظيمة أكيد ترقى لقائد عام ولا شي فبيحكي لا تم الترقية لمنصب ضابط فبينصدموا الكل وبيحكوا ضابط حتى الطبق الدنيا من النبلاء ترتقي بسرعة مو هالمكافأة ضيلة كتير مقارنة بالجدارة ابن الضوء يصير ضابط يعني أصدهم أنه مو هات ترقية بناء على كل اللي عمله المهم بتشعر إيليا أنه خلص بيكفي وبتورجيه معيونها المرعبة ففعليهم بيخافوا وبيقولوا خلص صار الوقت لحتى أن نروح وناكل سوا وبتبتسم له إيليا لا اتهون الوضع عليه بعدما بيروحوا لا تناول العشاء وبيكون قدامه واضح أطباق يشتهيها تسألوا الأم إذا بيحب شيء معين وخاص فحكى لا لكن إيليا قالت من فضلك حضري له بعض الأطباق النباتية المميزة لن اكتشف أنه هر كان أصلا نباتي وما بياكل اللحوم بالمرة ولسبب إيليا بتطلب أنه يتم تحضير له أطباق نباتية وبيستغرب الكل وبيقوله شخص متوحش بس ما بياكل الحيوانات هالشي عن جد معادي وبس بياكل الخضروات ولما بيكون حدا من الخدم عم بيحط الأطباق بالغلط بيجي وبيوقع الطباق على إيليا كلان ما بيتحمل يشوف هالشي وبسرعة بيبعدها وهو اللي بينحرق بالمقابل طبعا الاتنان بينصدموا وهي بتسأله انت بخير هو بيسأله نفس الشي وبتبلش الخادمة تعتذر وتقول ما كنت بقصد اللي يصار فبتطلب منها بسرعة تجيب الماء وتستدعي طبيب حتى يهونوا الوضع واللي يصار بس العائلة بتكون وقفة مثل الأصنام وبيتسألوا عن اللي يصار وإذا أصلا فعليا انحرق وبيقولوا عنجت حتى نقطة ما اجت على ملابسها واضح أنه بنتي نلاقيه بوحدة بما أنه أنقذ حبيبتنا بيجي الطبيب بسرعة مستعجل لأنه بيكونوا ينفكر إيليا محبوبة الجماهير مع شوقة العائلة اللي انحرقت وبيجي بسرعة ليعالجها لكنها بتقولوا مو أنا اللي انحرقت وإنما هاركان فبيحكي جاد هاد بينحرق ليش المسكين المهم بتقولوا يلا اكشف عليه فبيحكي له تمام وبيطلوا منه يخلع ملابسه بالبداية فبيلاقي إنه الحرق طفيف جدا لحسن الحظ لكن مش عارف كيف ما حدا انصدم بكل هالجروح الموجودة على جسمه ولأنه إيليا حاسة إنها مدينة لإله بما أنه انحرق بسببها فبيتقول تركني أنا أعالجه بما أنه بس رح تحط له بعض الدواء ونتنم بحسوا بالإحراج بينما الطبيب اللي مهنة والطبعة أساس جاي يطلع على الرومانسية اللي عم بتصير بينهم وبكير كتير يا إيليا هلأ دوبها شافت لجروح والنضوب الموجودة على جسمه وبتقول واضح إنها جروح من أرض المعركة فأديك عن الموضوع وقل بالنسبة لإلك ما ضلت بجدة لحمعت رفقاتك لكن تم إساءة فهمك وليك بتقوله سوري بس هشي يمكني وجعك تنصدم لما تلاقيه تحرك وبتعتذر منه وبتقوله آسفة إنك انحرقت بزنبي فبيلف وبيلاقيها حزينة فبيقولها لإيليا ما صار شي أنا بخير فبليز لا تقلقي ولا تهتمي اتضوى مؤلم قليلا بس عادي الموضوع فبتتشكروا على لطافته وهيك بتنتي من تضميده فبيتشكرها هوي كمان وبتقوله رح أخبرهم يجيبوا بعض الملابس الجديدة لإلك وبما إنه غادرنا بمنتصف الوجبة وقررنا نتغير الملابس فشو رأيك نجيب؟ نتناول الوجبة سريعة هون فبيكون مستعد لهالشي فبتطلب يجيبوا الوجبة للغرفة بعدين خلاص بيحملوا حالهم وبيطلعوا نزها لبرة وبتقوله شكراً كتير لأنك اليوم اشتغلت بجد وبتحكي له معلش على عائلتي اتافها الغبية شوي وهل حسيت ببعض الإهانة بمحادثتهم؟ فبيقولها بصراحة كنت مرعوبة كتير فبتعتذر منه وبتقوله أتوقع أنهم صاروا أكتر حساسية بعد اللي صار مع ريهارت بس الشي كان أكيد آسي عليك فبيحكي لها مو مشكلة يعني بس أعتقد أنهم بيحبوكي وقلقانين عليكي وكنت خايف أني أكون ارتكبت خطأ بحقك هالشي بس اللي كان مخوفني بصراحة فبتتأثر هي بقداشه لطيف ومراعي وبتحكي له رح أنتبه المرة الجاي لحتى ما ترجع بتتكرر هالأمور وبتبتسم له وبتقوله بصراحة أبدعت اليوم بالإجابات وبالتصرفات فبيفرح وبيحكي لها بالمناسبة في شي بدي أحكي لكي ياه بيقولها قبل كم يوم إيجاد السيدة ديلوتا لبيتي تنصدم كتير وبتقول استيلا فبيحكي آها وسألت عن علاقتنا فبتحكي أكيد استيلا عندها مصدر للعلومات بيقول طلبت منهم إنه خلص انسوا قصة خطبتي معها هالشي ما صار بالمرة تتفاجع كتير وبتفرح وبتقول ياه خلص انتهى الموضوع بس بيقولها أعكيد طبعا ديلوتا ما قبلت بالمرة فبتحكي لها بس معيك برافو إنك عبرت عن رأيك وبيحكي لها بس لسه ما قدرت أخبر عائلتي ليش كذب المهم بيقول ما بعرف كيف أخبرهم فبتحكي لهم ومشكلة الموضوع خليه براحتك وأنا كمان رحقاجي لقلق التحية عليهم عن قريب فبيحكي لها نيالك عائلتك مبين إنهم بيحبوا بعض وبيتوافقوا مع بعض بشكل جيد بحس إنكم تهتموا وبتحترموا بعض هالشي بديته كتير حلوين مع بعضه بصراحة بتحسيه بالحزن وبتتذكر قديش هو يمسكن مع عائلته وبتقول شكله بالمرة علاقته مجيدة مع عائلته وبالواقع عائلتي ما كانت دايما جيدة بهالشكل لهيك بتقوله شو رأيك نكمل تمشاي أنا وياك وبتحكي له هاد المكان واحد من أفضل الأماكن بالنسبة لإلي مو مشكلة كان في وقت كنت أخاف حتى أطلع للمي بس هلأ تغير كتير أشياء لأنه قبل وقت طويل كنت رح أموت بسبب سقوتي في هالبوحيرة وبتععد فيها وبتحط رجلها لا تحكي له اللي يصار وبتحكي له ما داك الوقت أنقذني ريهارت لهيك فكرت إنه هو الشخص المقدر لإلي وفكرته قدري ريهارت كان متواجد بكل لحظة بحياتي خلال السنين الأليلة الماضية كان من المستحيل أحكي عن أي شيء بحياتي بدونه حبيته كتير ويمكن هو حبني صدقت هالشي على الأقل بس هو ما حبني أنا بالمرة حب ممتلكاتي وأموالي بعض الناس بيفكروا إنهم فيهم يحصلوا على كل شيء بالمال بس أنا المال ما أعطاني اللي بديه تصالحي مع عائلتي وعلاقتي الثقة اللي بينه بين فرساني أو حتى قلب حبيبي وبتحكي لو كان بس بدلولي فلوس ياريت طلبهم مني بس هو للأسف لعاب بعقلي وبقلبي وبتحكي إذا ما كان ريهارت اللي أنقذني بعداك اليوم هل كنت رح أحبه فبيحكي له هل لساتك وتحبي فبتقول لا مستحيل هو مثل العدو لو وقع ريهارت في الماء وما بتقيده لأنقذه رح أركله وبالعكس أتركه جوا وبتحكي له تعال وأقعد جنبي خلينا نتقمل بهالمكان وبتقول بعمل هشي كتير بالصيف حتى عائلتي ما بتعرف إني هون هل لازم أحكي له هاد سري الخاص وهاد كمان موعد تقريبا فبيحكي لها عن جد هاد موعد فبتقول له مش عارفة صراحة لأنه ما كان عندي مثل هالأشياء مع ريهارت بس بطريقة ما حاسة أنه أنا بعلاقة حقيقية معك علاقة وبموعد لمدة عام بس وبتقول له هالي هي بعرف إنها مجرد مسرحية لنخضع دلوتا ورهارت بس حاسة أني بحلم حلو وما بدي أفيق منه وبدي أصدق إني موجودة فيه وبتحكي له طيب خلاص شو رأيك هلأ نرجع يعني بيكون مضى شوية وقت وبيقولها أوكي بعدين لما بيوصلوا طيسان بييجي وبيكون كتير معصب وبيحكي القصر كان كتير كبير وصار لعشرين ساعة بدور عليكم فبيقوله له سري بس احنا كنا مع بعض ولها السبب ما كنا عندك وكنا بموضوع خاص مع بعض فبيقولها طيسان بصراحة أنا كتير مصدوم إنه أنتوا حافظين القصر وما بتضيعوا من كتر ما هو كبير فبيتقوله نو 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 لا ما تفهمنا غلط ما حدا حافظ القصر ما شاء الله كبير كتير بس كلنا بنحمل كتاب طوارئ إذا ضعنا فينا نفتحه لحتى نعرف إحنا وين ونلاقي المخرج مو معقول آه ونسيت أقولكم فيه كمان موظفين مهمتهم بس إنهم يلاقوا الموظفين اللي انفقدوا بالأماكن المهم بعدين تيجي خادم وبتقولها أهلك عم يطلبوا إيقابلوكي فبتحكي لها هل فيك تخبري عني رح أجي بعد ما أوضي عدو يعني بعد شوي فبيحكي تارسيا مو مشكلة نرجع لحالنا فبتحكي لا مستحيل أعمل هالشي بضيوفي فبيقولها هل كان عن جد مو مشكلة فينا نرجع لحالنا لا تقلقي حفظنا خط الرجعة فبتقولهم أوكي إذن عن إذنكم وآسفة إنه ما قدرت أوضعكم بشكل لائق وبتغادر وبتترك كارهان بس لما يجوا لا يطلعوا بينادي الأب على كارهان وبيسأله شو مروحة لا يا ساتر شو بدك طبعا بالبداية بيظهر بلودر بشكل مرعب وبيجي وبيسأله هل أنت بخير بعد إصابتك المفترض أنك تلقيت معاملة جيدة فبيحكي له هاركان أنا تمام واللي صار بس مجرد حرق بسيط فبيحكي له الحمد لله وبينحني له فبيتفاجأ هاركان كتير وبيقول له بليز أي شيء بدكية ما تتردد تطلبوا مني بدي أرد لك المعروف على إنقاذ بنتي فبيحكي له مو مشكلة أنا استلمت الباقي من الدواء وهالشي بيكفي فبعدين بعم الصمت مليون ساعة وبيحطاروا الاتنين شو يحكوا فبيقول هاركان لازم أتصرف مثل ما بتعمل إيليا بتجامل بالعادة لهيك راح أتغزل باللوحة اللي وراه وبيقول ما شاء الله ما أحلاها كتير حلوة هاللوحة فبيكيف الأب وبيمسك إيده وبيقوله جد ووضح إنك كمان مثلي تهتم بالفنون وإذا ما بتمانع تعال أورجيك وأسمع آراءك وتفاضيلك عن هالأشياء فبيرتعب كتير هاركان وبيقول أنا ما بعرف شو لازم أعمل واضح إنه مش قادر أشوف أي شيء إلا الخطين اللي جوها الإطار حارفيا شايفين اللوحة فأضيه بس فيها خطين والأب شاريها تلاقيه بمليار بيرتعب هاركان وبيقول شو لازم أجاوب بس بيقرر يحكي من وجهة نظري شايف هاللوحة بتمثل سيفين بعينه فبيقول الأب واو هاد رأي جديد بصراحة هاللوحة صور الخير والشر كخطين ما بيتقاطعوا بالمرة يعني أصده إنه مستحيل يتقابل الخير مع الشر وهي بتحمل معنى عميق ومهما رضرت لإلها فما بينا غاهر اللوحة بخطين وبيقول له مؤكد إنك بتعرف بأمر هالصورة صح فبيتوتر هاركان كتير لأنه ولقله دخل بالفن بالمرة بس متن معرفنا نوتاتيان مهتم بهالشي لهيك بسرعة بيقترب من هاركان وبيوشو شو بيحكي له هاي اللوحة لإيفانوف الغامب فبيحكي هالكلام فبيفرح الأب كتير وبيقول له ما كنت بعرف بالمرة إنك بتحب الفن وشو رأيك بالمرة الجاي أنا وياك نروح وتحضر المعرض اللي رح استضيفه ونستمتع بريف إتاك طبعا للأسف هالكان بيضطر إنه يقبل باقي هالعيوم اللظيفة الخاصة بالأب وبيحكي له أكيد بقبل هالدعوة على الرحب فبينبسط وبيحكي له رح أرسلك دعوة فورا يطلع أخيران هاركان من هالقصر وبيقول حاسس إني كنت بعالم خاص غريب لحاله عالي بتتشغر مع بعضها لكنها بتحتم في بعضها ومظهر غير مألوف بس حلو كتير وطمنيت من جواتي لو بقيت لفترة أطول بهالمكان الدافي بقى بهالمكان شي ما بينبغي يصيرلي شو ما صار لعني ما بقدر أضل بأماكن لطيفة مثل هيك وبعد أيام بتروح إليا على بنك الإمبراطورية المركزي مع حراسها وبيستقبلوها طبعا الموظفين بتحكي لها إليا تلقت رسالة بتفيد بضرورة توزيع خزنتي فبتحكي لها أكيد بليز لأنه في عندك أرباح كتير كبيرة وصار لازم تكبري خزنة المال هالبنت حظها ما شاء الله المهم إليا بتقولها طيب سري بقدر أعرف صحيح كم بحساب البنك فبتقولها أكيد خليني أتفقد لك وهذا هم تطلع على الأرقام والأصفار وبتقولها مش قادرة بصراحة أحسب فهل فيني أخبرك وأصبر رقم الحالي لأنه لسه عم نحسب كمية الأموال الموجودة فبتقولها أكيد فبتحكي لها رأي صيدك الحالي وبتعطيها عدد أرقام لا متناهي وهيك بتكبر حتى مقدار الخزنة للضعف وأكثر لحتى تكفي عدد الأموال اللي موجودة بعدين بتروح لا تتناول بعض الحلويات وبتقدم طبعا هالشي كمان لفرسانة اللاطفين اللي بيتشكروها كتير وبيبقل شو يعكلوا بينما هي بتقول لسه لازم أعمل بجد تعملي ليش شو لازم تعملي وبتحكي إيليا وهي عم بتشوف المتجر إنه شكله فيه أشياء جديدة ظهرت ولازم تروح تتفقدها وتروح حتى لأنه فيه ملابس مناسبة لك عران لهالأثناء بتقابلها سيدة وبتحكي لها زمان عندك يا حلوة وبنعرف إنها الأخت الكبيرة لديهارت سيانا وبتقول الحيني قال بدي أروح للتصوق تخيلوا واضح إنه إيليا كانت حرفيا كلبة للعيلة المهم بتقول شكلها ما صبعت بخبر انفصالي عندي هارت طيب تمام رح أروح ألحقها وأفهمها إنه بطلت الهبلة تعد زمان إيليا بتلحقها بدون ما تحكي شي وبتقول آها هاد المكان فبتحكي لها بتعرفي بما إنه يعني بدنا وريث الأفضل نشتري قال مستلزماته بسرعة يعني جاي على مكان شكله للبابيات لا تشتري قال الأغراض على أساس إنه رح تشتريهم لإبن إيليا يعني المهم بيستقبلوها العاملات ولما يشوفوا سيونها هاي ما بيطوقها بالمرة وبقولوا هذيك البنت المزعجة دائما بتيجي بتتفقت كل الأشياء بتفتح كل العلب وما بتشتري أي شي المهم سيونها بتقول هلأ جاي أشتري كل شي شفته من قبل فبيفرحوا كتير وبيروحوا لحتى يجيبوا الأغراض وبيحكوا هلأ رح نجيب القائمة بعد فترة بيجوا هم جايبين طن أشياء اتفقدتهم من قبل وبيحكوا لها هي القائمة فبتحكي تمام بس هاي العربة إن بين إنها مش كتير منيحة فجيبوا لي وحدة أحسن فبيروحوا بسرعة يحضروا لها بينما إيليا طبعا من وراها قعدوا بتطلع فيها وتقول وإنت رح تخلصها الهبلة المهم لما بتشوف عربة تانية بتفرح فيها كتير وبتحكي إنها ممتازة جدا بس قال لونها باهت رح تضطر تتفقدها لحالها وما بعرف شو المهم بعدا بتموت وبتنزلت اللي عم بتبيعوا بتقولها بليز لا تفتح السلع قبل تدفع فبتحكي لها طيب شو يعني ما أنا رح أشتريهم أصلا كم تمن كل الأشياء فبيطلعوا شغلة عاشرة مليون فبتقول عادي تخيلوا مو مشكلة وبتحكي لها إيليا يلا شو عم تعملي فضلي اتفعي فبتروح إليها تدفع بس حق هالشي البسيط فبتنزلت وبتقولها شو اللي عم تعملي فبتحكي لها آه اللي يكون كمان بدك تدفعيلي لأنه عم بشتريها كرمال جروي فبتحكي لها نعم شو بخصوص أشيائي فبتحكي لها ادفعي ثمان الأشياء اللي شارتيها لحالك فبتحكي لها نعم شكلك إن ضربتي على راسك شي قال دايما كانت تدفعي لها مع ابتزامة فليش هلأ عم تتطرف بهذا الشكل وبتحكي لها رح نصير عائلة عن قريب هل قصك إنه ما بتقدري تدفعيلي ثمانها الأشياء فبتحكي لها للأسف لا لأنه أصلا ما بدي أكون من عائلتك بالمرة لأنه قرفت من معاملتي مثل الهبلة اللي أنتو عم تعملوها تنزلت البنت وباليش تحكي لها بتفكري إنك رح تسيري فارد من عائلتنا بهذا الطريقة ما رح تفلت بفعلتك فبتحكي لها آه ها شكله رهرت لسه ما أخبرك إنه أنا قررت أنفصل عنه نهائيا لا بديها ولا بديها العائلة اللي بتخذيه فبتبالش تترخ البائعة وتحكي لها لأ لازم تشتري كل شي بعد ما خلصتي وقرفتينه واللي هو وبيبلش ويتخانع وبتحس قالي بإحراج هاي البنت بتحس بإحراج مش عارفة كيف وبتتوعد لإيلي قال إنه تربيها بينما إيلي بتطلع وهي مبسوطة من اللي عملته وبتحكي بالرغب من انفصالنا بسبب اللي صار إلا إنه لا لا ما فتحت أمي ولا حكيت مع عائلتي بإذن أنا رح أتخذ دمام الأمور وأنا رح أحكي لعائلتك عن اللي صار وبتبلش الإشاعات بانفصالهم عن بعض وفعلان هيك بتبلش تنشر الشائعات بالجرائد لحتى يقدروا يعرفوا كل عائلة ترهرت بالانفصال باليوم التالي بتروح تقابل هاكان وبيكون عم يقرأ بعض الكتب الفنية وبيحكي لها معلش بس يعني كنت مهتم بقراءة الفن بآخر فترة بعد ما جيت عندك فبتقوله ممتاز لأنه كبار النبلاء قال بيحسوا إنه الجاهل وباللي ما بيعرف الفن وبتحكي له على فكرة سمعت إنه والدي رح يقيم معرض عن قريب فبتحب تيجي وتحضره فبينجلت طبعا لأنه أصلا هو يمدعو عليه ولها السبب عم يعمل هالأشياء فبتقوله طيب بتحب اليوم نتدرب على الرفض ترفض لو عرض عليك حدا شي وإنت ما بدك إياه يلا نبلش كارهان باعتزر كتير بس هل ممكن تقرضني بعض المال لأني بحاجته؟ أكيد خبريني كم بدك؟ فبتحكي له لأ المفروض إنك ترفض وليش أصلا راح تقدم المال لحدا هل راح تمنحني المال لو بدأت مثيرها للشفقة؟ فبيحكي له لا لأ بس إنه أنا مش قادر أرفض طلبك أنت خصيصا مو أي حدا فبتتأثر إلي كتيره بتقول لا لأ أصحي مو هو أطلقته قعب الحب وبتحكي له أكيد هالشي مفاجئ وشكرا لإلك بس لازم تتوقع الحذار بتعاملك بالمال فبيقولها حاضر المهم بتقول لا باختصار يعني لو حدا طلب منك معروف مو مشكلة إنك تلبي طلبه طالما كان طلبه معقول وضمن نطاقك بس لو واصل يطلب منك مع إنك رفضت فبوقته خلص أحمل حالك وابتعد عن الشخص فبيقولها جات لهالدرجة فبتحكي أكيد لأنه في كتير ناس بيضلوا يطلبوا أشياء لأنه عندهم نوايا سيئة وأنت ما لازم تكون لطيف مع الكل للمهم إنه الناس ما يخافوك بس أهم شي إنك ما تنقذو إنت عم تخدم الآخرين لهيك حط ثلاث نقط أساسية أولا إنه ما يخافوا الناس أو يرتبكوا من كرعان ثانيا نخلي كرعان يخبر ويحكي عن مشاعره وقبل كل شيء والأهم ما لازم يشهر بالزنب تجاه الآخرين بعدين بتقوله فهمت الدرس فبيحكي لها فهمت فبتقوله تمام يلا نبلش بالتطبيق العملي فبيحسب الرعب بيروح شكله لواحد من المحلات ليبلش بالتطبيق الأمور اللي علمتوا إياها إيليا وأول تجربة كانت هالتجربة قبل عشر دقائق كانت إيليا عم تسأل كرعان هل عمرك رفضت توصية من أحد موظفي المتاجر يعني هدول الناس اللي بيكونوا برا واللي بيدبقوك إنه تفوت على محلهم فبيقولها لأ ما عمري حتى كنت بورطة أهل مرة تقابلنا لأنه واضح إنه لا سبب دخل ليشتري أي شيء فبيقول تمام إذن صار الوقت المناسب يجي هالشخص هاد وبيحكي عفوا بدي أسألكم عن الاتجاهات فبيبلشوا يحكوا له إنه في حارس موجود هناك بيك تسأله لكن إيلي بتقدر تعرف من شكل هاد الشخص اللي هو عنده شعر مرتب ابتسامة واضحة وكمان كتاب مشبوه واضح إنه في شيء بده يحكيه هاد من المروجين لها طوائف غريبة لها السبب بتقول هاد شخص مثالي خلينا هلأ نبلش بالممارسة الحقيقية ولهيك بتلفه لحتى يكون هو بالواجهة ويرفض الطلب من هالشخص يحكي له في شيء بدي أخبرك فيه هل ممكن تستمع لإلي للحظات واضح إنك أخب قوة كبيرة وانطباعك الأولي رائع لكن هاد كان بيحكي له سوري مو مهتم بيهالكلام وهيك فعلا بيحقق أول شيء لكن هالشخص بيقول له ليش هيك تفكر فيي ليش حسستني إنه أنا جاي بالغصب وهو بيغضب منه وبيقدي هالشي لنتائج عكسية وبقول له كنت بس بدي أشاركك شيء لطيف مو أكتر فبيحكي له من فضلك لا تسيء فهمي فبيقول له كارهان معلش سامحوني عن جدا بنسل اسم المهم بيحكي له مو هاد أصدي أصدي إني مشغول وليهك مطار أغادر سريعا فبيحكي له آه أوكي هلأ افهمت أصدك وبيلتفت على إيليا وبيقول هاي بنت مبهجة وجيدة ومبينة لطيفة وبتفيد بالبراءة هي أصلا خيار أمثل لأطلب منها وأسألها وأضمها أكتر من هالشب هاد بس طبعا كارهان مستحيل يسمح لحدا يقترب من إيليا ولكن لما بيجي وبيقترب منها وبيحاول يحكي معها كارهان ما بيتحمل وبيمسكوا هيك وبيقول له لو سمحت انقلع من وجهي هلأ لأنه قلنا لك مو مهتمين فبيهرب فورا هو يحكي انه وحش فبيحكي له شو رأيك باللي صار فبتقول له بصراحة برافو أبضعت بطريقتك وبرفضك فبيبتسم كارهان بسعادة المهم بتسأله طيب شو كنت تفكر لما حكيت هالكلمات فبيقوله بعقله بصراحة حست بالحرج الشديد بعد ما رفضته وبدون إدراك لما شفتها سعيدة حكيت وصبيته ببساطة يمكن عنجت الموضوع موسيق مثل ما هي بتحكي وبتقوله يلا خلينا نعلمك هلأ شي تاني من ناحية تانية بنشوف رهارد قاعد وبيكسر كل شي موجود حواليه وبيحكي راح أنجن والوضع ما هم يتحسن بالمرة لأنه قبل كم ساعة يجدت عنده أخته وحكيت له إيه لي عم تحكي عن إنها عم تفسق خطوبة منها هل هالشي صحيح بيقول هو خايف ومعارف شو يعمل خصوصا لما بيجي الخادم وبيقول له على فكرة أبوك بده إياك وعم يطلب حضورك واضح لانفصالك عن إيليا فبيرتعب وبيقول شكلي راح أكل هو فعلا أول ما بيقابل والده بيرمي بوجه كل الصحف اللي عم تحكي عن الخبر وبيقول له شو هالفوضى اللي أثرتها نهاية هالعلاقة انفصال بقرار بارد في لحظة خلاف وبيحكي له اشرح لي فورا شو اللي صار بينكم فبيقول له ريهورت ما صار أي شي احنا جادلنا شوي وشكلها غضبات كتير مو أكتر فبيكسر اللي قدامه وبيحكي له مقال مثل هاد راح يظهر بسبب فعل بسيط مثل هيك كذاب ما فيك تعامل هالبنت بشكل جيد فبيقوم بسرعة بيتمالك الوضع وبينحني له وبيقول له والدي من فضلك ساعدني بتترجاك فبيهدى الأبي شوي وبيحكي له شكلك أثرته شوي تضجة بس تمام أنا رح أحكي مع هنري وأحل الموضوع لأنه هنري طبعا بيشتغل عنده بعدان بيجي تاسيان وبيكون كتير سعيد وبيقول لا كارهان ما كنت بعرف بالمرة انك تقدر ترفض الاشياء اللي مبتاج بك وبيكون سعيد كتير وبيحكي حاسس انه ماما رأوات طويل من الأيام اللي كنت تطر فيها تقوم بالحراسة لأيام طويلة بس بسبب انك مقادر ترفض واشياء كتير تطلعت عملها بسبب هالأمور لايك أنا كتير سعيد والفضل بكل اللي صار لا سيدتي إيليا فبيكون فعلا كارهان سعيد وبيحكي لو لا وجودها في حياتي فما كنت رح أرفض اي شخص اطلاقا وبتلاقيها بعد تله بعض قطاع الشوكولاتة وبتتمنى له وجبة سعيدة هالشي بيخلي يسترجع ذكرياته القديمة لما بمرة أعطوا الحلويات اللي يتناولها واحدة من الخدم وقالت له واحدة منهم ما ألطفك لما حاول يشاركها هالثناء العابر اللي يسمعه بالطفولة فعليا كان كتير لطيفة وبوقتها خلا يكون متعطش للدفئ صار يتساءل هل معقول أنا لطيف يمكن لو صرت طفل لطيف وجيد امي تحبني وقتها لهيك صار يقرر انه يتشارك كل شي معه مع الآخرين وما يرفض اي طلب كان هدفه انه يقدر يوصل لقلب امه معنى ما كان يكون مرتاح بكتير من التصرفات اللي بيعملها لكن كان على أمل انه أخيرا امه تفضله بس للأسف هالشي ما صار وعلى العكس تماما نظرة لقلي نظرات كأنها مقادرة تشوف غير أخوي وأنا بالمرة ممعبرتني لدرجة اني ما بتذكر اليوم اللي طلعت علي امي فيه بالحب لانه من زمن طويل كنت ابن عالي ما فيها والدتي انها تصلحني بالمرة ودائما كان يحاول يرجع يكسب ثقتها مع انه المسكين ما عمل اي شي وما غلط حتى وكان دائما يحاول يكتب لها رسائل ويقدم لها الورد لا تحس بإحساس أفضل لكنها كانت ترميهم ولا تعبره اطلاقا وبيقول صح انا حزين علي صار بس كمان انا السبب لاني ما طلعت من هذاك الصندوق ولا تركت هديك الحياة بالمرة ويلو لإيليا وانها بتحكي لي مو مشكلة انك تكون لطيف بس مو معي الكل ولازم تحط حد لبعض الناس واهم شي انك ما تنقذى لهيك بلشت شوي شوي اطلع من هذاك المكان تفضلها يسأل تارسيان بيقوله هالامة موجودة بالغرفة فبيحكي له اكيد فبيقول تمام يعني رايح وفي شي ضروري بدي احكي معها وبيفوت لعندها للغرفة بنشوف اما قاعدة بتقرأ بالجريدة اخبار عن إيليا وانها انفصلت عن ريهارد وبتكون قرفانة من الوضع والكلام هاد لبين ما فجأة يطرق الباب تعرهان ويحكي لها جيت لأخبرك شي خاص فبتحكي له احكي من مكانك فبيقولها ما بقدر لانه موضوع مهم فتحمل حالها وبتفتح الباب المهم اما بتفتح الباب وبتيجي تخيل وكمان مرة معصبة عليه وده ترجع تضربه نفسي اكسري لها ايدها فبيحكي لها البنت اللي انا معها هي إيليا بولدن فبتنصدم هي كتير وبتقول بولدن فعلا فيها تكون اصلا العيلة الامبراطورية من كتر الثروة الموجودة عندهم وبغض النظر عن حجم ثروة دلوتا فمستحيل تتقارن بثروة بولدن لهيك البنت اللي كان معها يا بولدن بتقول له اخيرا شكلك صرت مفيد تمام فيكي تجيبهم عن قريب لحتى قلقي التحية عليها وهيك كنا هانا بيرسل رسالة يخبر إيليا باللي صار فبتقول تمام وصلتنا ضعوة وراح نروح وسكله احنا للعينة لكن تيجي لعندها الخادمة وبتقولها عفوا بس ستيلا دلوتا اجت لزيارتك يا اهلا بتضيف المش مرحب فيه لما حدا طايقه المابتكنية قاعدة عم تستنى عند البوابة بره بالتوفيق لغاية ما تفوتي وبتكونوا معصبة انه لا هلأ ما حدا سمحي لها تفوت وبتقول مو المفترض انه انتوا رايحين لا تسألوا فبتحكي لها واحدة من الحراس راح توصلك عن قريب اشارة للطريق المختصر فبتحكي شو عندهم طريق مختصر لكلها الطريق طيب تمام بكونوا عم ينتظروا وبتحكي انه الدوقة حكيت رح تحل المشكلة بس ما اتوقع انها رح تعمل شي خصوصا انه كارا هنحكالها انا فعلا بعلاقة مع الانيسة بولدن وبتكون حاسة بقلع كتير كبير لدرجة انها مش قادر تضل بدون اي حركة ويلازم انها تتصرف لحيك لازم تيجي وتخوف الاليا يسمحوا لها بالدخول وهي بتقول شو قلت هالأدب انهم يتركوني لبرة كل هالوقت هاد بس هيعادتهم طول عمرهم طبعا لانه العيلتان اصلا اعداء من زمان وبتقول قصر بولدن مو بمشكلة عادي الموضوع الكل بيحكي انه رائع بس اكيد انهم بالغوا لانه حديقتي اكبر بكتير لكن خادمتها اصلا نفسها بتلتفت وبتشوف الجمال وبتحكي لها شكلنا وصلنا للمنزل الرئيسي ولما تفوت يا لهوي على القصر وكبره وبتحكي شكلها هي الحديقة الرئيسية مو اللي برة فبتنزلت تماما وبتقول شو كل هالاشياء اذا اللي شفتها برة اللا نهائية طلعت لسه في حديقة داخلية كبيرة كمان وخصوصا لما تشوف قال واحدة من الدفيقات اللي موجود فيها بيكون كتير من انواع الزور وتحز انها عملاقة جدا واكبر من اللي بيمتلكوها بألف مرة وتنزل تركض لتشوفها وتحكي كنتم فكرة انه منزلي اللي جنب الاصر الامبراطوري افخم شي بس واضح انه ايليا تمتلك كل الاشياء اللي افضل مني ولهيك مش قادرة اتقبل بالمرة لهيك لازم اوصل لمستواها ولهيك قال بدها تروح كمان وتشوف شو الاشياء المتوفرة عندها لا تجيبهم هي كمان وبتلاقي بعض الظهور الغريبة وبتحكي انها جميلة بشكل كتير كبير واطرية احلى من العطر المستعمل وبتبلش تجمع منهم وقال تغطي زهور حديقتها بهالشكل هاد بعدين تنزل وبتطلع من المكان لا تلاقي حالها تاهت وضعت وهي معارفة وين بتحس بالخوف الكبير خصوصا انها عن جد تاهت وموجودة بمكان متل كأنه كله غابة واسعة كتير وبتكون ايلي عم تستناها اخيرا بتوصل بعد ما تضيع سنة وتحكي انتظرنا لوقت طويل ولما ما لقيناكي بعد ما حدا لا يجيبك ولا حسن الحظ بي حدا ادري يلقاكي فبتحكي لها حديقتك كبيرة بدون فايدة فبتقولها معلش ما ارتفع سعر الارض المجاورة لهيك قمنا بتوسعتها وهذا اللي صار فبتكونوا معصبة منها وبتقولها بفضلك رجلي كتير بيوجعوني وكدت رح افقد الوعي حدا جبارك تروحي فبتحكي لها إليا طيب خير شو اللي جابت أصلا فبتحكي لها سمعت انك بتقابلي كرعانة الفترة وعبترفه بكل سهولة لما صارحته فبتقولها إليا صح فعلا احنا بنتواعد فبتنجلت كتير استنلا وبتقولها شو قلت هالأدب بالمأدب الأخيرة قلتي انه ما في علاء بتجمعكم وهلا اطلعتوا كذبين وكمان انتي أطلا مخطوبة فبتطلعت يا فيعيكو بتقولها شو شكلك ما قرأت الجرائط مكتوب انه تم فسخ خطوبتنا بالفعل وإحنا خلاص راح نترك فبتقول جد هالشي يعني طلع حقيقة وبتحكي لها هلأ بعد ما صرتي يائسة رحتي الدوري على حبيبي حبيب تبليز لو في حدا بدك تدوري عليه وتاخدي حلي عن حبيبي أنا ولا تقتربي من خطيبي فبتقولها إذا نال انتي عن جد معجبة فيه فبتطلع فيها باستخفافيكو بتقولها ها وانتي شو علاقتك وشو دخل هاد بالحديث فهذا الزواج مرتب بالنهاية وما دخلك بالحب اطلاقا وتعالوا ناخد نظرة على ستلا ديلوتا وحياتها ستلا هي البنت الوحيدة لكون ديلوتا وهي حياة رائعة جدا عندها أموال ما بتاكلها النيران وآنسة نبيلة يعني هي رائعة نوعا ما لأن الناس كانوا دائما يعلقوا على وزنها ويحكوا انه ملابسها كأنها من العامة ومجوهراتها جدا عادية وهي مستحيل تتقارن بي البنت اللي بجيلها وهي بولدن إيليا لهيك هي كانت تشعر بالغيرة منها كان الكل يحكي انه إيليا أحلى منها بألف مرة وكمظهر وسلوك وعلاقات وتعلم فإيليا الأفضل بدون أي منازع هالكلام كان شبه يدمرها هيك كانت دائما كمان بلشت تقارن حالها بإيليا وبعد مرور عام بالأصر الإمبراطوري دخلت السلة وكانت بتغير تماما وكانت حرفيا كأنها إيليا فلس بشعر داكن المهم الكل انصدم فيها وكانوا عم يحكوا كيف بنت قدرت تغير بكل هالتغيرات في عام واحد والكل آل مش قادر يتعرف على جمالها وروعتها والقلادات اللي بتلبسها والأناقة الخاصة وبيكونوا عم يتسألوا شو الصر اللي يصار واللي يغيرها وبيجوا الفتيات يسألوها ويحكوا لها ممكن تخبرينها عن المتاجر اللي بتروحي لها لأنه بدنا نشتري مثلك فكانت أكيد لطيفة معهم وبلشت هيك تصير شعبية بين الأنسات بين المكانة العليا وبلشوا يحسدوها الأصغر والأكبار وهيك صارت السلة محور للإهتمام هالشي خلاها تكون حاسة إنها برواية رومانسية وإنها الشخصية الرئيسية الموجودة لغاية ما فجأة سمعت بقصة حب ريهارد وإيليا وبلشوا الناس يحكوا إنه هو أنقذها وما بعرف شو وإنه حياتهم مثل كأنها مقدر لبعض ولكل كان شايفهم وصارت هي الشخصية الرئيسية بالرواية الرومانسية وصرقت آل ملكيتها مرة تانية لهيك حست إنها لازم توصل وتشير أعلى منها وما تبقى بس تتفرج على قلديا لهيك مين إلو مكان بتعلو الكل وحدا ما رح يقدر أي حدا إنه يقرب منه لهيك عرفت عن إيفانتيون الإبن الثاني اللي طرد الإبن الأول وتولى الخلافة والكل كان بيحكي إنه رهيب طبعه شرير وله السبب قال كانوا خايفين إنهم يزوجوا لبناتهم لكي بتقول ممتاز أنا رح أثير الدوقة بالتأكيد ولهيك بتقولها ستلا ما دخلك أنا رح أكون الدوقة وإيفانتيون رح يكون جنبي لك لو ضلت مصرة رح أرفع شكوى عنك بهالخصوص فبتقولها إليا آها أوكي فهمت أنت يعني عم تستغلي كرها وبتعملي بفضادة بس لمصلحتك الشخصية صح؟ ألفة بتغضب منها كتير وبتقولها إليا حكيت أن الدوقة أعترفت فيكي يا حرام طبعهم بعطولي على فكرة دعوة لحضور عندهم للأصر فبتنزلت تستلها كتير وبتقولها أنت كذابة وصراءة فبتحكي لها معلش بس احكي بشكل جيد لأنه أنت اللي طماعة بأشياء ما بتمتلكيها ما بتتذكري سرقتكم لتصميم العربة إلي بذلنا مجهود كتير كبير فيها وفوق كل هاد مستحيل أسام هيك بالمرة على اللي عملتي لهيك فضلي أحملي حالك وغادري هلاء وهيك بيجوا الفرسان وبيحملوها وبيقلوها حرفيا برا الأصر وخلاص تخلص القصة وهي عم بتسرخ قال ومعصبة وتحكي لإليا بوعدك أنك رح تندمي والمرة الجاي لما نتقابل رح تحكي لي أني الدوقة أنا إليا فبتقول يا الله صدعت لي راسي بس نص ساعة كلام عنجات بستقل كيف كالهان قدر يتحملها كل هالوقت بنشوف بإدارة القصر الإمبراطوري هندي عام يستلم كمية أعمال وورا ما بتخلص بالمرة وقال كلهم طبعا ما بوتين من المركيز تارشان وارد رهد بيبلش هو يتساءل ويقول من وين تصار الوضع هيك صار تارشان يكلفني بأعمال كتير كبيرة بينما عم يتجاهلني بالعلن آه ممكن بلش من الوقت اللي إيجا يحكي معي بخصوص علاقة أختي وابنه لما حكاله أني في مشكلة واضحة بينهم ولازم نحلها فحكاله لأ مو لازم هالشي يصير فقال له هندي معلش ما رح أطول الحديث لكن ترشي عن أعترض وقال له اسمع احكي لأختك توقفها التصرفات الهبلة وخلاص لكن هندي قال له ما أحلمت ولا حذرت لأنه بفضل أموت على أني أشوف هالتنين بيرجعوا لبعض وله السبب بيكون عم يتسأل أنه وبعدين وشنو هاية اللي حيوصل له بس هندي بيقول له والله ما حذرت ما رح تتصرف معي بهالطريقة لأنه أكيد رح أعملك مصيبة بهالأثناء وبيكون حاطت صورة أخته إيليا وهي صغيرة وكلبوضة على المكتب وبيتذكر الأشياء الأديمة وبيحكي لازم تاكلي أكتر لأنك خسرت الوزن بسبب ريهارد وبنلاقي إيليا قاعدة بتزبط حالها وبترتب وضعها لحتى تروح وتقابل أم كارهان المؤرفة وبتكون قال لابسة فستان هادي لطيف لحتى أنه ما تكون كتير أوفر ولابسة أشياء على أساس بسيطة بس بنفس الوقت غالية وبتحمل حالة لتغادر وبتحكي رح أرجع قبل العشاء لايك لو سألوك أهلي عني فخبروهم بما كاني وبتقول صحيح وين أهوي صار لفترة مش شايفته فبتخبرها واحدة من الخدم أنه بيجي بوقت متأخر وبيغادر كتير بكير وواضح أنه منشغل كتير فبتحكي غريبة لأنه عنده وقت محدد للعمل فليش صار يتأخر بالزيادة وبتقرر أنها تزوره بشي وقت تحمل حالها وبتطلع لا تنطلق بهالرحلة بينما كارهان بيكون عم يستقبلها وبانتظارها وبيتشكرها على قدومها فبتبتسم له هي وبتقول له شكرا على دعوتي وبتقدم له الورد فبينصدم كتير وبقولها هاي أول مرة ممكن أتلقى فيها الزهور فبتحكي له هاي أول مرة بقدم فيها لا رجل أصلا زهور بس أصلا وانت جبتلي ورد المرة الماضية فتفضل هدول بدلهم فبيفراه وبيتشكرها وهلأ بيقولها خليني أذلك عالطريق أتوقع أسرك مكبير فعادي فيها تندل المام بيقولها غادر والدي لأتمام بعض الأعمال لهيك اليوم بس رح تلسقي مع والدتي وبعتذر إنه ما خبرتك بالموضوع من قبل فبتقوله مو مشكلة وشكرا لإلك وبتحكي غريبة كرار متوتر هون ببيته أكتر من توتره بمنزلي هل هو بخير أصلا يحكي لها يلا نجهز حالنا لأنه هذا هو المكان متظاهرة إنه بعرف أمه بس على الأغلب رح تكون غضوانة إني حاولت أغري ابنها ويمكن ترميني برزمة مال وتطلب إني أغادر طبعا هذا لو بتحبه بس أمه ولا في أسوأ منها يبتح باب الغرفة لا تقابلها وبتكون عم تبتسم لها وبتحكي لها أهلا فيكي فبتقولها شكرا للدعوة فبتسألها هل واجهتي صعوبة في الطريق فبتحكي لها لا فبتقولها بعتذر إنه ما أرسلت لك عربة فبتستغرب إيليا وبتقول ما توقعت ترحيب حار مثل هيك هل مو مشكلة عندها إني أكل مع كرهان وبتحييها إيليا مرة تانية وبتخبرها باسمها إيليا بولدن فهي بتكون عيونها بس على المجوهرات والأموال يعني وبتحكي لها اسمعنا كتير عندك أنا كمان اسمي ليفتا فهد ما تعد إيليا تستنى طبعا كرهان يجي عود جنبها لكن هالشي ما بيصير بواقف مثل كأنه الفارس ولا الحارس الخاص فيها فبتستغرب إيليا وبتقول ليش عرقان لهالدرجة وليش لهلأ ما أعد تطلع إيليا بيكرهان وبتقول له كرهان ليش لستاتك واقف هيك لنلاقي أمو بتقول له وأنت كمان فيك تعود فبيقولها حاضر طيب تنصدم كتير وبتقولها هل كنت كتير متوتر ومع هيك اليوم وضعك مختلف عن العادة بعدين بتتذكر إيليا إنها جابت لهم هدية وبتقولها سوري قمت بإعدادها الهدية على عجل وهي هدية صغيرة بس هذا عبارة عن شيء أنتجنا من 100 سنة وبنقدم لكم إيها فبتتشكرها وبتقولها تمام وبتحكي لها سمعت إنه أنتو الاثنين بتتواعدوا فخبريني كيف تقابلتوا فبتحكي إيليا مثل المتوقع طرحتها السؤال ولازم تقتنع الدوء إنه علاقتنا حقيقية من وجهة نظر العالي دلوطة خصم صعب إنه يتخلوا عنه لازم أقنعها إنه علتنا أهم وتتمسك فينا أكتر بتتساءل إذا في طريقة لهالشي فبيمد كارها نقيده وبتمسكها وبتقول له بابتسامة شكرا بتقابلنا إحنا الاثنين بالحفلة وكان حب من أول نظرة فبتحكي لها آه ها والله تمام طيب فهمت فبتستغرب إيليا بالاقتناع السريع وبتحكي لها ما بارف إذا كنتي على علم بس عفكرة كان في محادثات زواج شارية مع عائلة دلوطة بس أنا قمت بتأجيل الوضع لأنه كان في شي عم يزعجني فبتحكي آه ها أصدق إنه استلاهي الوحيدة اللي كانت مقتنعة بهذا الزواج وإنها شخصية صعب التعامل معها بس لو كلامك صح ليش اخترت استلاه من البداية أعكيد إفانتيون فيه يتزوج من علي أفضل وبتحكي لها الأم اتبعت حدثي والحمد لله بفضل هالشي اتقابلت مع إيليا وأنا سعيدة لأنه انفصال كرهان يبدو إنه عم بيصير بسلاسة هالكلام تحكي إيليا باعلها فبتسألها الأم إذن وانت بتخططه لإقامة حفلة الخطوبة تتفاجأ إيليا وبتقول حفلة الخطوبة بمجرد ما ننفصل ونخطب أصلاً وبيكون حاسس إنها توثرت لهيك كرهان اللي بيحكي أول وبيحكي رح يكون صعب نحدد موعد مثل هيك على الفور يعني يويكر مالها تتفاجأ هي إنه عمل هالشي من شانها أما الأم فبتحس بالغضب وبيحكي كرهان لسه ما تم الانتهاء بين خطبة الأنسة والسيد رهاد لهيك في كتير من التعقيدات اللي لازم نحلها قبل ما نقدر ينحدد موعد للغطبة بيكون عم بيحاول يوقف قدام أمه لكنه ما تكيد إيليا لها السبب هي عارفة إنه عم يرجف وبيقوله آسفين إنه ما خبرناك مقدماً تحكي لها إيليا تم الإعلان عن نية فصل الخطبة بس لها لهم ما بدهم إياني أغادر يعني بدهم إياني أبقى معهم فبتحكي الأم والله ما كنت بعرف إنه فيك شيء وليك بتمنع ينحل الموضوع بسرعة لأنه هداك الرجل ما كان بيستاهلك وحاب كتير تتزوجه بتتفاجأ إيليا وبتقول غريبة بأول لقاء بيننا تبلش تحكي عن الزواج مع إنه المفروض إنه هاد وريث العيلة يعني المفروض يتمهروا كتير بالزواج بهالقصة وبتقول في شيء غريب تاني كمان أمه لا لا ولا نظرة أعطته إياها إطلاقا ولا تطلعت فيه ولا مدحته واضح إنك ما بتحتمي فيه على الإطلاق وقدرت أفهمك أنت ما حبيتيني أنا بالمرة أنت عم بتحاولي تتخلصي منه بسرعة قبل ما تنخفض إيمته تماما مثل تصرفات رجال الأعمال وبتحكي الخطبة بخطط لإقامتها بعد هاد العام بعد فسخ الخطبة كنت بخطط لتوفيق بين أراء العيلتين بالأول وبما إنك حبيت ترحب فيه كتير بدي أعطي الأولوية لرغباتك فبتقولها رح يكون هالشي لطيف لأني كنت مصبورة بس أنا عنجت حاببتك فبتحكي لها إليا شكرا لإلك وبتقول أولا نقبل كل شي اشتريت بعض الوقت كير مالي يضل بمكانه بعدين تخيل وهي عزمتها وجابتها لهالمكان بتقولها طيب يلا سوري بدي أروح في عندي شوية أعمال بتتفاجأ إليا من الوقاها وبتحمل حالها وبتغادرها أساس بابتسامة لكنها بضعطي كارهان نظرات إنه والله رح أطبحك بعد ما تغادر إليا حرفيا نظرات الأم اللي بتقولك فيه إليك أتلة بعد ما يروحوا له ضيوف يحملوا حالهم بعدها وبيحس بالارتياح وبيجع كارهان لوضو الطبيعي وبورم للمقرر إنه يتمع عقد حفلة الخطوبة بهالعام فهي بتتوتر كتير وبتقول له آسفة ما كنت بعرف إنه هيك الوضع عندك ولازم أحاول أهزل الوضع بأي طريقة فهو بيحس بالخوف وبيقولها طيب شو رأيك أجي وورجيكي الأصر الخاص فيه خلينا ناخد جولة وبيحكي لها بصراحة ما فيه شي بميزه مقارنة بأصر أهلك فبتحكي له لا بالعكس هو أصر كتير حلو وفيه إحساس راقي بتفرد عن الأصور الباقية بعدين بتشوف شي حدا عم يركض وبتقول اللي حسيت فيه ما كان غلط فيه خادمة عم تتجنب كارهان أول ما تشوفه والدوءة ما تعطيه نظرة واحدة واضح إنه كارهان هون شخص ممرحب فيه إطلاقا وبين عيه ماشية تتفاجأ بالصورة اللي شافتها وهي صورة لعيلة المسكين كارهان تخيلوا بس موجود فيها الأب والأم والأبن الكبير وهو بالمرة مموجود فبيحاول يبرر وبيقولها هاللوحة دسمت لما أنا كنت في الحرب فبتحكي إذن هذا هو أخوه الكبير مقادرة أصدق إنه كارهان فعلا طرده وصرق حقه بالخلافة أنا بعرف كارهان وبعرف إنه الأسرة أجبرته يتولى هالمكان بيّن كتير لطيف وبتقول فكرت إنه علاقته موجيدة مع عيلته بس الحقيقة شي تاني تماما كارهان منبوط تماما من العيلة وكأنه بالمرة ما بيلبق لهم ولا بدهم إياها وليك بتحكي له هل ممكن نعد مع بعض ونحكي فبيحس بالخوف وبيقولها أكيد فيك تفوتي معي لغرفتي وبيروح للغرفة ياخدها للغرفة وبيورجيها بيقولها هناك غرفة نومي وهون المكتب فبتسأله طيب هاد المكان فبيحكي لهاد مستودع فبتنجلت وبتقول مستودع بغرفة الوريد شو هالغرابة هاي المان بيطلب منها تستريح وبتقولها بالمناسبة إعتادت تكون مش هاكس بصغراك أو شي يعني عم تتسأل إذا الدوءة مستاقة منه لها السبب فبيقولها يمكن طفولتي ما كنت بدرك وقت الوجبات وكنت أضل أدرس وكانوا بس ينادوني للأكل أحياناً أعد أعمل أشياء تانية فبتطلع فيك وبتقول له جد هذا معنى أنك مشاكس هذا أبسط شي ممكن الطفل يعمله وبتحكي له أنا كنت دايماً أرمي ألعابي بالبركة وكنت دايماً أعجب على المطبخ بهدف أني بدي أجرب الطبخ وكنت حتى أخلي والدي يغمى عليه لأني بخرب لوحاته وهاي الأشياء مقارنة باللي عملتها ولا شيء وفوق كل هاد كنت ألعابي بسيف أمي يعني بتحكي له ألف مصيبة كانت تعملها وبتبين له أنه وضعه كان بسيط وبتحكي له أنت شخص لطيف ونقي من جوا فبيحكي لها جد فبيقول أكيد وبتحكي له بس لهيك مش قادر أعرف سبب تصرفات الدوءة معك فبيحكي لها لأنه مجرد شخص عاجز فبتتدايق وبتوقف وبتقول له مستحيل أنت مهيك بالمرة أنت أكيد أهل للمساعدة وإذا أنت اللي مو شخص كويس فكل الناس زباله مقارنة فيك ما في شخص بلطافتك أنت فهون بينهار وبيقولها تعرفي أنت الوحيدة اللي بتشوفيني بهالطريقة وبتحسيني لطيف وبالحقيقة أنت بس اللي لطيفة باننا إليها فهي ما بتتحمل وبتروح تمسك إيده وبتقول له لأ أنت عن جد شخص جيد أنا بقدر أحكم على الناس آه صح أنت حكي من ذهب طبعا هي بتحكي بس تتنقرهات حتى هي بتقصب حالها المهم بتقول له لا تحكي يك أشياء عن حالك إلا إذا كنت بدك تقلل من حالك أو تقلل من قدرتي أني بقدر أشوف الأشخاص بشكل صح وبتحكي أنت شخص جيد كتير هو بيقول بعقله حاولت أكون هيك فعلا بس فكرت أني فشلت لكن هلأ أخيرا الأنسة بتحكي عني هل كلام هاد يمكن أكون جد نجحت وبتحكي له على أي حال مما أستطيع رؤيته أتوقع أنه أمك بتسيء فهم شي هل فيه أوقات ما بنفهم فيها بعض حتى لو كنا عائلة لهيك إذا كنت بحاجة لمساعدتي خبرني بليز ورح أساعدك بالتأكيد فبيحس بالخجل وإنه يعني هيك مو قادر يتحمل كل المشاعر الحلوة وبيقولها ممكن أسألك ليش عم تعملي هيك كرمالي أنا فبتحكي له لأنه أمر طبيعي لأنه إحنا الاثنين بنفس الوضع هاد فبيحكي بعقله صح علاقتنا أصلا مجرد علاقة عافض شو كنت عم بستنى واضح إني أهبل لأنه أنا أصلا كمان كنت عم بخفي عيئة إني مجرد وريف عديم الفايدة وإنه عائلتي تخبعت عندي ويمكن ما أكون قادر أصلا أقدم لها إلي بدها كرمال مصلحتها لازم أخبرها لا بالحقيقة وبيكون ضايع كتير فبتشعر إيه بهالشي وبتسأل هل في شي فبيقول خايف أشوف خيبة الأمر بعيونها لو عرفت بكل هاد أكيد رح تكرهني ولعاك بيخاف كتير إنه يعترف لها بالحقيقة ويقول خلاص ما بدي تحتقرني وتكرهني لأنه أنا رح أتدمر على الآخر بوقتها وبيحكي لها سوري بس شردت لبعض الوقت مو أكتر بعدين بيأخدها وبيورشيها غرفته الخاصة وبتحكي إنها مو كبيرة بس حلوة وغريبة وبتقول مو سرد صندوق الموسيقى هاد كهدية فبيحكي بصراحة كان نفسي بواحد من زمان بس بمعنى ما بيتناسب مع مظهري اتظهرت إني بدي أخذه كهدية فبتبتسم هي وبتقول مأكيته وبتحكي له إذا كان في شي تاني نفسك فيه ليس خبرني عنه تطلع إلي أكتار بالغرفة وبتلاقي إنه كل شي قدمت له إياه الكتب باقة الورد صندوق الحلوة كل شي أعطته إياه لساته موجود عنده وما احتفظ فيه وبتحس بشعور غريب ولطيف وبتقول رهارت كان يرمي كل الهدايا بمجرد ما تصير علقتنا باردة بس الأهم من هيك حتى احتفظ صندوق الحلوة اللي قدمت له إياه بعد ما أنهى الحلوة بس لش لهلأ لساته عم يلبس الأسود وبترجع بتسأله لش ما عم تلبس الملابس اللي قدمت لك إياه فبيحكي لها سوري مو بالعمد فبتقوله هل فيني أنظر داخل خزانتك ولما تفتحهم تسأل إذا موجودين أصلا المهم لما تفتح الخزانة بتنصدم لما تشوف والملابس اللي أصلا صار لعشر سنين المفروض وتكون انكبت لكن الغريب لما تمسكهم لا ترميهم بتتفاجأ لما تشوف الزر لأنه بيشبه الزر اللي بتمتلكه بعدين بيقطعهم حدا اسمه مارك وبيقول سوري تأخر الوقت و جيد لاستحابك فبتنصدميه وتحكي وين تمر الوقت هيك وبيحكي لها تعالي أرافقك للخارج فبتبسم له وبتقول له شكرا وبتحكي له بليز خلص ارمي الأشياء القديمة يطلعوا لبرة وبيقابلوا تاسيون وشلة فرانج وبيحكوا سوري بس طولت كتير لايك خفنا عليكي المهم بيطلعوا لبرة وهو بيكون قال حسب انه في شوية رياح وانها بردانة فبيقوم بحط الجاكت عليها وبيقولها إيريا الرياح قوية كتير لايك بليز خدي معك وراجعي ليا في المرة الجاي فبتقول له مو مشكلة رح أركب العربة فبيقولها بليز راجعي بالمرة القادمة وبخجل كتير كبير بيحكي لها عن بختلي عذر لأرجع أشوفك مرة تانية هل ممكن أرجع قابلك كمان مرة أكيد يا برو وهيك بنكون وصلنا لنهاية هالحكاية والفصول اللي نازلة أكيد هيك خلص الموسم الأول ولنشوف انت رح تكتمل المواسم القادمة فبليز ما نشوف ميت كومنت وين المقطع القادم لأنه هيك خلصت الماناة ما نشوف كومت ملخص جديد ولوقتها شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة